مرحبا فيك وحباي ببرج الجدي. اليوم حقرأ قراءة توقعات برج الجدي. علينا نشوف بالنسبة لبرج الجدي. اول اشي راح نشوف بشكل عام. الشغل الدراسة السفر وكذا. بعدين بندخل بالعلاقات العاطفية. بالنسبة للشغل فيه امر معلق. فيه امر ما تخذ فيه قرار. وانت عم تستنى على احر من الجمر في الشغل في العمل. وعم بيتم هذا الموضوع على خير. في العمل صار في عندك شوية اللي هي انت واقف مكانك اليك فترة. فحابب كتير انك تغير بشكل كتير كبير. حتى لو انت بنفس الشغل بتحاول تعمل تغييرات. حتى لو بديكور المكان عم بتحاول انك تغير. لكن انا بحكيلك انه التغير فيه الطريق. بالنسبة للناس اللي بستنوا سفر. فيه احتمالي كبير انهم يسافروا عم بشوف ابراج مائية. وطاقة برج التور او العذراء. بالنسبة للناس اللي بدروا صحباي فيه شويش فيه ملالة من الدراسة. شوي فيه التهاء يعني عم تلتهوا بامور بلا طعمة. فمش غلط انه من وقت للتاني انه الواحد يغير جو. لكن ما تبعد كتير عن الدراسة لانها هي المخرج الوحيد تبعك كلال هاي الفترة. ما حيغير نفسيتك الا الدراسة. عم تحصل على نتيجة حلوة لكن مش كتير اللي انت تمنيتها لانه ضيعت وقت شوي بالفترات الماضية. برج الجديد. اذا اوراق بالعموم يعني مش سيئة منيحة. خلينا نشوف العاطفة للعزاب. اذا في شخص جديد هذا الشهر. برج الجديد اذا للعزاب. عم بشوفك محتار. في حيرة من امرك. ما عم يعجبك يعني وضعك. عم تحكي باي باي لوضع وتوح. او لشخص. ممكن يكون في شخص او حياة جديدة عند السناك. لبرج الجديد. لا في وراء فيو امل فيو. بس شخص جديد يعني بدي اشي يؤكد لي انه في شخص جديد. شوف في شخص عم بيحاول يحكي معاك ولكنه بعرف طرف تاني. لكن انت مش عارف. او ممكن تكون عارف. بس في ظلام في في غموض يعني. عالاغلب انت مش عارف انه هو عم بيحكي مع طرف تاني. لكن عم ببلش يحكي معاك. ممكن يكون في ارتباط. مش كتير مبين في ارتباط لكن عم تتقلق يا برج الجديد. عم تثبت وجودك في. عم بيحسوا اللي حواليك بقيمة كبيرة لإلك. في شخص بيفكر فيك لكن ما هيبادر فيك. يعني حاولت انه اطلع من الورق بس اكتر من هيك ما عم يطلع. معي مبين كمان. انه انت مجروح ولسه ما تشافيتي. ممكن عشان هيك ما عم يجي هذا الشخص الجديد في حياتك. لانه الشخص الجديد شرط انه يجي لازم تطلع من الطاقة القديمة. من شخص قديم كان مؤثر في حياتك فلما تطلع من هاي الطاقة رح يتحرك هذا الشخص ناحيتك. فحاول بالفترة الجاي انك تستغل هذا الموضوع. خلينا نشوف المتزوجين. لبرج الجدي اشر ظروفهم. هل في مشاكل هل في طلاق لا سمح الله. اذا لبرج الجديد. الورق اللي نزل معاي رح اقرأه. اذا لبرج الجديد المتزوجين حبايبي. في حمل كبير عليك. او القراءة ممكن تكون عكسية. في اللي هي مدفوعات مبالغ مالية مطلوبة منك فانت بتحاول هاي الفترة انك تغطي او تسد هاي الديون او قرض ممكن. فعم يكون بالك كتير مشغول متزوجين من هذا البرج. الاولاد عم يشغلوا بالك بشكل مش طبيعي. وكأنه عم او واحد منهم ممكن يكون في طريق انت مش عاجبك. فعم بتحاول انه تسيطر على الامور. عم بشوفك عم بتسيطر عليها. بالنسبة للشريك. الشريك. الشريك كتير مشغول في المواضيع المادية. المواضيع العاطفية حاليا ما عم يفكر فيها. عم بشوف شوية بعد اللي هي المشاعر. عم بتكون شوي باردة من ناحيتكم. عم يرجع لك شيء قديم من قبل. وكأنه في شخص ثالث عم يدخل على الموضوع. ممكن يكون عندك او عند الشريك. يعني خلال فترة الملل هاي اللي انتو فيها او البرود. عم بيدور الشريك عن شيء ينعش مشاعره. او هو في طبيعة الحال عم يحكي مع طرف ثالث. بس في سعادة. في نوع من السعادة وكأنه في فرحة حتدخل على البيت. عم بتكون مسيطر حبيبي على اللي هي الأمور العاطفية. عم تمتلك قلب الحبيب من بعد ما شاف هو الطرف الثالث. وما عجبه او مال منه. اللي هي فترة يمكن اسبوعين ثلاث عم يحكي مع شخص ويتركه. بس عشان ينعش مشاعره ويرجع لك بمشاعر جديدة. لانه انت رفيق الحياة انت بالنسبة له الأول والأخير. يعني في الأول وفي الآخر هو عم بيفكر فيك انت الإنسان اللي هتكمل معه كل الحياة. عم بيشوف فيك الشخص اللي اتحملت معه كل المصاعب. فمش هاين عليه انه يغدرك او يخونك. فعم بشوفه عم يرجع لعقله بشهر تموز. وعم بيقدم لك ممكن هدية او حب. حب زيادة عن اللازم. يعني الشريك يا بيض يا اسود. يا من مرة بده يبعد يا اما يعني لما يقرب يقرب. فعم يحصل على قلبك من جديد. وعم تجددوا الحب اللي بناتكم. اذا لبرج الجدي المتزوجين منهم. في حمل. في نسبة حمل اللي عين يستنوا حمل. من النساء. في وفي لانه بيين في ولادة في بداية شي جديد في. في حمل. للمتزوجين. خلينا نشوف المرتبطين اللي هما مش منحصيلين. للمرتبطين كذلك. شونية الشريك. وهل هو صافي ناحيتنا او في علاقات تانية في حياته. لبرج الجدي. في امكانية وجود علاقة ثلاثية لكن مؤقتة عم بتكون. ما عم بتأثر كتير على الطرف اللي معانا. الشريك. في امل جديد في العلاقة. وكأنه خبرية رح توصلت عن الشريك من ناس تانيين يعني. شو يحكي لك اياها. هو كاتوم. نبين عليه انه شوي كاتوم الشخص وعم بيرتب اموره في ظلام. عم بيكون متكتم كتير. على الخطوات اللي عم ياخدها عم يحاول يحل مشاكله لحتى يرتبط فيك. القراءة ممكن تكون عكسية. انت عم بتكون الامور معك ضابطة كتير. الحظ عم يلعب معك دور كبير بالنسبة للمرتبطين. عم بيكون في فرص اخرى لكن انت عم يعني حابب انك ترتبط في الشخص اللي معاك. اكتر من الشخص القديم اللي كان قبل هيك. لكنه عم يطلع على السطح يعني هذا الشخص القديم عم يظهر في حياتك. وحتى اكتر من شخص يعني كنت تعرفه من قبل. طبعا عندك او عند الشريك القراءة ممكن تكون عكسية. عم يظهر لكن ما عم يأثر. عم تتمسكوا في بعضكم البعض. عم بشوف حب حقيقي. ممكن ينتج عنه عيلة. في امكانية ارتباط. لبرج الجدي. خلينا نشوف في قرار رح ياخدوا الشريك. ممكن يكون ارتباط فبشائر خير لبرج الجدي. خلينا نشوف للمنفصلين من برج الجدي شو مخبي لهم الوراء. نأخذ هذا الوراء. للمنفصلين في رجوع او لا. وشو عم يشعر الحبيب في البعد. وهل في علاقة ثلاثية او لا. بيّن عندي انه فيه علاقة ثلاثية للمنفصلين. فيه علاقة ثلاثية. لكن فيه امل في الرجوع. امل كبير من الطرف الآخر. عم بيفكر انه يرجع بأي طريقة كانت. عم بيحاول يقدم لك مصالح شغلات علشان انت تقبل انه يرجع عم بيكون فيه اتفاق. وكأنه ارتباط او اتفاق على طبيعة العلاقة الجديدة اللي رح تعملوها السوا. وممكن يعبر هذا عن علاقة ثلاثية كمان. بالبداية ما رح يكون عم بيفكر بارتباط وأمور من هذا النوع. لكن فيه ما بعد ممكن تتطور الأمور بشكل حلو. اذا فيه امل في الرجوع في شهر تموت. عم بتكون مش شايف اي شي حواليك اي فرص. بدك الطرف الآخر باي شكل. هو عنده نفس الشعور. ولكن ما عم ياخد خطوة كان بالفترة الماضية. لكن الان هو جاهز للرجوع. خلينا نشوف اذا فيه نصيحة ممكن نقدمها لبرج الجديد. ده شهر تموت. اذا فيه نصيحة شو هي من الأوراق من الطخة الكونية من الكون. عم بيحكي لك اعمل توازن. اعمل توازن في حياتك. اعطي شوي للروحانيات. ما تكون بس اللي هو بتفكر بمادية او بالامور المادية كتير. فكر بالروحانيات لانها ممكن ترفع طاقتك لدرجة انت ما بتتخيلها يعني. بتخليك بتوصلك لمرحلة اللي هو بتخليك تحصل على كل اشي. فكون على قد هاي الطاقة. وعشان توصل لهاي الطاقة بيقولك انت بعيد حاليا عن الروحانيات. فحاول انك تكون اكتر روحاني بهاي الفترة. لانه انت بحاجة لهي الموضوع. فبشرنا باشي ممكن. الورق. عم بنشوف كنت عم تنتظر. وبالاخير عم تحصل على موضوع كنت تستنى. فهذا كل اشي بالنسبة لبرج الجدي حبايبي بشوفكم في الفيديوهات. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.